السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتابعين الكرام تنسوا من تكونوا بخير وعلى خير وانتموا قد شاهدوا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتكم بوشرا شانال وما تنسونيش أخوتي من اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع الممثلة المغربية فرح الفاسي تفاجئ زوجها بطلب الطلاق إليكم التفاصيل علمت مجلة إلكترونية من مصادر موتوقة أن الممثلة المغربية فرح الفاسي تقدمت خلال الأيام المنصرمة رسميا بطلب الطلاق من زوجها الفنان عمر لطفي المصادر ذاتها أكدت أن عمر لطفي يرفض لحد الساعة الموافقة على الطلاق غير أن الفاسي مصمم هذه المرة على قرارها ورغم أن التناء عاد لتوه من فرنسا عقب توجيه غيث العلاكي زوجة النجم المغربي سعد المجرد دعوى لهما من أجل إمضاء عطلة نهاية السنة برفقتهما وعدد آخر من الأصدقاء المقربين غير أن العلاقة بينهما كانت مهزوزة وكانت في العديد من المرات خلافات حادة بين التناء وصل بعضها للطلاق غير أن المياه كانت تعود بينهما بعد تدخل عدد من الأطراف ولعل أبرز خلاف حصل بين فرح الفاسي وعمر لطفي حسب ما تدولته بعض الصفحات الخاصة بأخبار الفني والمشاهير هو خيانة الأخير لها مع ممثلة شابة الأمر الذي علمت به الزوجة من قبل عدد من الأصدقاء المشاركين وواجهته به ومنذ ذلك الوقت والعلاقة متوترة بين التناء رغم محاولات عمر لطفي للحفاظ على عائلته الصغيرة لكن يبدو أن فرح الفاسي لم تستطع تجاوز زلاته الكثيرة حسب نفس المصادر فكثمت مساء ختيب للممثلة المغربية فرح الفاسي تقدمت طلاق من زوجها عمر لطفي وخأنه هو ما بغيش تلقها وبغي حفظها للعائلة دياله لكن هي صبراته الكثير وهي لا تسامح ليه وكانت خرجتش حالة دياله في الفيديو واللي كانت تكذب فيه الكثير وكانت تقول باللي انا ما بقى عندي حتى شي واحد من لي ما تقول لي وليديها صافي ما بقى عندي حتى شي واحد في هذا الدنيا هذه المرأة قال وحدها كان خانها الزوج ديالها وسمحات ليه يدخلوا الناس وهذا الشيء صافي تسمح ليه وهذا المرأة يقولوا باللي خانها معشي ممثلة شابة واحد في الأصدقاء اللي مشاركين مبعدياتهم حيثما تقريبا عندهم نفس الأصدقاء واحد من ذلك الأصدقاء جاء اللي عمر لطفيك اخوانكم عفلانا وهي واجهته ولكن هو انكر فحاليا فرح الفاسي تقدمس بطلاق طلاق من عمر لطفي وهو رفض أنه يطلقها فخبر طلاق ديال عمر لطفي وفرح الفاسي خلق دجة كبيرة في مواقع التواصل الشيماعي وحتى الإعلامي المغربي فهد الهاشيمي أكد هذا الخبر على الحساب دياله عبر موقع التواصل الشيماعي إنستغرام مستوري اللي نزله على الحساب دياله كيقول فيه فرح الفاسي وعمر لطفي للأسف حاليا على أبقاب طلاق فرح من رفعت دعوة طلاق الشقاق ضد عمر لإنهاء العلقة بعد خلافات مستمرة فكيف مسمسة أختي باللي فرح الفاسي وعمر لطفي كيت تلقوه فاللي ديالي هم تود ديال الخير الصراحة كانوا كوب بلزوين وجو مع بعضياتهم فاللي ديالي هم تود ديال الخير كانت تعدى أخوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع شكرا على حسن المتابعة إلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة